بسم الله أبو الإبن والروح القدس اللي إلى الواحد أمين بشكركم يا شباب أن أنت قبلت ويبقى لكم اللقاء خاص جيب بالي أكلمكم أنت شايف نفسك إزاي في حاجة بيسموها في علم النفس والصورة الزاتية الصورة الزاتية يعني أنا شايف نفسي إيه شايف نفسي وحش قوي شايف نفسي حلم شايف نفسي شبه المسيح شايف نفسي شبه الشيطان شايف نفسي لمعاخذة في التعبير حيوان ولا شايف نفسي إنسان أنا شايف نفسي إزاي ودي بيقولوا بتتحدد بها كل حاجة يعني لو أنت شايف نفسك مشروع قديس ودي الرؤية الصح كلنا تولدنا في الكنيسة نحن نبقى مشروع قديس هتحاول تبقى قديس لكن لو أنت شايف نفسك نكرة ملكش لازمة هتعيش كده نكرة ملكش لازمة تعالوا نشوف في الإنجيل ناس كانت شايفة نفسها إزاي لأن السلف أمج ده الصورة الزاتية أو أنت شايف نفسك إزاي ده ممكن يتحدد عليه حاجات كتير عامة تحت عنوان جراد أم خبز تعالوا نقرأ الحكاية دي الحكاية دي حصلت وقت موسى النبي موسى النبي ربنا خرجه هو والشعب عشان يروحوا من مصر الكنعان الكنعان اللي هي فلسطين بعدين الشعب متعب فربنا قال إيه طب نفلطرهم جوا سينة كده وكان من ضمن الاختراحات يبعثوا جواسيس مندوب عن كل صبت واحد من كل صبت يعني 12 نفر يروحوا يشوفوا الأرض دي عشان يشجعوا الناس ويقولوا لهم الأرض اللي ربنا وعدنا بيها حلوة فهمين الفكرة عشان الناس برضو ايه تشهل كده وتشتغل زي ما احنا القدسين دول زي الجواسيس بتوعنا بيقولوا لنا السماء حلوة شدوا حلكوا عشان السماء مستنياكم بعتوا 12 واحد واحد عن كل صبت فهمين الأصباط اللي هم أمين ولادي عقوب كانوا 12 عملوا 12 قبيلة بنسميها 12 صبت ودول ألافات كل صبت فكان منهم واحد اسمه كالب ده عن يهوزة واحد تاني اسمه يشوع ابن نون ده تلميز موس والعشرة البقيين رجعوا الـ 12 يقولوا ايه الأرض فيها خير بس ايه الناس هناك كبير قوي وإحنا صغيرين قوي فبيقول لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلك بصوا بقى فرق النظرة كالب ده راجل كويس هنكتشف إنه راجل كويس فقال لهم ربنا وعدنا بالسماء وعدنا بكنعان احنا روحنا شفناها جماعة الأرض كويسة قوي والخير يعني ما شفناش زيه أبدا في مصر ولا قبل مصر فقال احنا نطلع ونمتلك لأننا قادرون عليه أما الرجال الذين صعدوا العشرة بقى فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد مننا فأشاعوا مزامة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة وقد رأينا هناك الجبابرة بني عماق من الجبابرة فكنا في أعين كالجراد وهكذا كنا في أعين بصوا بقى إيه دي الحتة اللي عاوزينها نفهمها شوي العشرة قالوا إيه للناس قالوا لا دي البلد دي فيها ناسك طويلة وعريضة هيموتون هيقطعون حتة دحنة جنبهم جراد خلي بالكم العشرة شايفين نفسهم إيه ضعفة إيه لا زي الحشرات كالب ويشوع شايفين إحنا أولاد ربنا معانا موسى بيصللنا ولا حد يقدر علينا خلي بالكم دي اللي بنسميها الصورة الذاتية self image أنت شايف نفسك إيه شايف نفسك جرادة شايف نفسك حاجة ليلة خلاص الناس هتشوفك حاجة ليلة لو أنت شايف نفسك كبير بربنا الناس هتشوفك كبير بربنا بصوا للنص كده بيقولوا رأينا الجبابرة أنت شايف الناس كبيرة قوي وانت صغير قوي على فكرة دي نظرة هل أنت كبير قوي بربنا والناس دي صغيرة لأن ما فيهاش ربنا ده اللي قال القديس يحن قال الذي فيكم أعظم من الذي في العالم إحنا معانا ربنا كله طب الدنيا مليئنا شياطين يجو وإيه الشيطان في ربنا اللي معانا أقوى من اللي علينا يبقى كنا في أعيننا هو ده الحتة بقى اللي عاوز أركز فيها أنت تشايف نفسك إيه لو فاضل أنك شايف نفسك قليل تعاكد هتفضل قليل طول عمرك وممكن ما توصلش لما العشرة دول أشاعوا المزمة يعني إيه شيعوا كلام سلبي كده خلوا الناس تقلق الناس هاجت على موسى وقالتلي طب أنت طلعتنا لي دلوقتي أها طلعت البلاد اللي رايحين هدي هيكلونا ويقطعونا طب إحنا كده ولا حصلنا مصر ولا حصلنا كانعان وهاجوا ماجوا على موسى موسى وغرون يعملوا إيه صل موسى ما عندوش خيلة غير الصل سقطوا على وجههم أمام كل معشر جماعة بني ويشوع بن نون وكالب دول الشباب الحل ودول الاتنين العقلين دول اللي شايفين الصورة الصح إحنا أولاد ربنا ربنا مش هيسيب إحنا أقوى منهم إحنا اللي هنغلب بس دول اتنين قصاد عشرة وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائرين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا بصوا ناس بتقول كلام وناس بتقول عكس عارفين زي اللي بيحصل معانا فيه ناس تقول لك سكة ربنا حلوة قوي اللي يمشي مع ربنا يلاقي بركة ويلاقي سلام ويلاقي فرح ويلاقي حب ويلاقي خير ويلاقي يقول لك سكة ربنا دي معقدة خالص ده انت مش هتعرف تعيش انت لازم تعمل زي ما كل الشباب بيعمل فيه ناس تعقد الأمور وفيه ناس تسهل الأمور الاتنين بتوع ربنا كانوا شايفين الحكاية مش صعبة لأن ربنا معانا والعشرة كانوا شايفين الحكاية صعبة قوي ومش هتبقى لها حل فيقولوا إن سر بنا إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا عارفين يعني هم خبزنا يعني ده احنا هن كلهم مين اللي بيقول كده انتم معا ولا معسنين شكلكم معسنين خالص أقول تاني عندنا اتنين عقلين وعشرة مجانين الاتنين العقلين واحد اسمه يشوه واحد اسمه كالب دول عندهم إيمان عندهم رجاء لما راحوا المأمورية ورجعوا قالوا الأرض حلو قوي وربنا هيدهلنا العشرة قالوا ايه قالوا ده الناس هناك طويلة وعريضة هيمقوتونا ويقطعونا ده احنا زي الجراد جنبهم هم نفس المشوار بس دول شايفينها بطريقة ودول شايفينها بطريقة يشوه وكالب بيقول احنا ناكلهم العشرة بيقولوا هم اللي هيفطسونا زي الجراد كده هيهشونا زي الجراد أنا تاني بعلق على حتة ايه انت عنك شايفة ايه شايفة ربنا معاك وتقدر تعمل اي حاجة كويسة ولا شايف ان الناس كتيرة وكبيرة عليك وانت صغير وانت مجرد جراد لو انت شايف نفسك صغير هيكلوك يبقى هيكلوك لو انت شايف نفسك كبير بربنا هتقدر افتكر المعنى ده نظرتك لنفسك هتحدد مستقبلك ده بيخلينا نكلم عن ايه الخوف الخوف يا احبائي مش سببه اللي بيحصل برة الخوف مصدره الاساسي جوه يعني الناس بتخاف من الماضي من الناس من المستقبل من الغرب من الوحدة من الخسارة من المرض من الفقر من الموت كل الخوف ده اساسه جوه لو انت متطمن انه ربنا معاك وبيحبك ولا واحدة من دول تهزك لو انت شايف نفسك بعيد عن ربنا ومالكش في ربنا ومش محترم نفسك يعني اي حاجة من دول هتهزك هتلاقي نفسك خايف على طول يبقى يبقى علاج الخوف مش ان الامور اللي بره تتصلح لا اللي بره مش لازم يتصلح علاج الخوف انك ثقتك في ربنا تزيد وانك تعرف ان ربنا كبير قوي وربنا معاك حتى لو انت ضعيف حتى لو انت لسه بتغلط لو اتطمنت ان ربنا معاك هتلاقي نفسك قادر تدخل في الحديد وده اللي حصل بعد سنين الشعب ده دخل وكل الشعوب اللي كان عندي اتزاحت فطلع كلام مين اللي معاك كلام كالب ويشوع والعشرة دول ماتوا بعد شوية العشرة البطلين اللي قاعدوا يقولوا لا ده احنا ما نقدرش وما نعرفش هم دول ما وصلوش اساسا للقصة دي اذا في حاجة اسمها الخوف الوهمي يقول رأينا الجبابرة بني عناق من الجبابرة كنا في اعينك الجرات في ناس تحول كده مصيبة هيرفدوني من الشغل ايه اللي مصيبة ده ابوك ربنا ايه يعني يجيب لك شغل تاني ما تقعدش تهول كده الكورونا مسايا عام كورونا ايه مهما ايوة في كورونا وناخد بالنا لكن لو ليك عمر هتعيش يعني ما تفيش داعي للرعب ده يبقى حاسب حاسب من المبلغة ولاد ربنا ما يبلغوش اللي يقعد يقول لك الشطان 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 ايه الشطان ده تحت رجلين مش فوق راسنا الروح القدس اللي فيك يرعب الشطان رشم الصليب يخوف الشطان اسم ربنا يسوع يرعب الشطان تبادش تقولي الشطان قبار لا لا اللي معنا اقوى من اللي علينا كتير عشان كده الحل دايما يبقى ربنا قريب لقلبك الاتنين دول يشوع وكالب كانوا عقلين لان دول كانوا تلاميذ موسى بقى لما يكون ربنا قريب لفكرك تفكر صح وربنا بيحبني عاوزنا روح السماء ولو فيه مشاكل هيحله والمهم ان انا امسك فيه وهو وعدني انا امسك فيه وهو يديني كل حاجة طلبه ملكوت الله وبره ايه هذه كلها تزاد لكم انا بس همسك في ربنا وامشي في النور وهييفتح علي السماء كلها خلي ربنا قريب لقلبك يعني ايه يعني يكلمه كتير يعني قرب منه حكي معه خليه قريب لعينك يعني دور علي هتلاقي ربنا طول اليوم قريب يعني لو ركزت هتلاقي ربنا سطر عليك في شغلك وبعت لك شخص حلو يعلمك يعني حللك مشكلة صعبة هتلاقي ربنا محوط عليك طول اليوم ساعات دي يسموها النضارة الروحية يعني البس نضارة تخليك تشوف ربنا بص شوف ربنا بيعمل ايه بيعمل حاجات حلوة كتير تفاكر انتك عايش لوحدك ده ربنا بيحبك ومركز معاك كمان ربنا بيشوفك ازاي تفتكروا ربنا بصص لكم ازاي سيفكوا ناس شباب وحشين واعين في الشهوات بطلين لا لا ربنا شايفكوا عياله اغلى ما عنده حتى لو فيكوا عيوب بس ربنا بيبص لكم بحب ابن الضال وهو راجع ابوه شافه ازاي قاليلي الادب اللي ضيع الفلوس لا لا شافه ابن وحشه لم جري عليه وترمى عليه فدايما تخير ربنا بصص لك بحب مش بقرف حتى لو انت وحش حتى لو انت مأثر ربنا بيحبك لدرجة الصليب فاللي بيحبك اوي هيبص لك ليه بصة وحشة وانت لما تقوله طب سامحني لان انا مش عامل المطلوب ما حصلش حك هيقبل منك الصلاة بسهولة والعكس بقى ربنا شايف اللي انت خايف منهم دول صغيرين اوي فربنا مش عاوزنا نخاف من الناس ابدا ولا نخاف من المشاكل ربنا عاوزنا نبقى شايفين مكانتنا عند ربنا وده اللي يخلينا دايما سعداء وبالتالي يبقى الواحد سايف ابن لورسالة يعني ربنا يشتغل به فيه كان كلمة كده عاوزكم تفتكروها دايما يقول اطلوب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ساعات الواحد من كتر الغلط يفتكر ربنا دا بعيد لا يا حبيب رب همز بعيد حتى لو انت وحش حتى في اسوأ لحظات عمرك لو قلت له يا رب هو سامعك كويس سامعك كويس يحكوا زمان عن القديس اللي قام بانطونيوس في بداية رهبانتو ما كانس حد علمه رهبانة ابنطونيوس اول رهب ابو الرهبان فتمره جوله الشياطين في اشكال حيوانات متوحش فخاف جدا وفضل شوية مرعوب امو ايه بقوا يخبطوا فيه ويوقعوه وبعدين فين لما صرخ قال يا رب يسوع اتبخر قال له انت فين يا رب اتأخرت علي ليه فقال له حبيبي اول ما نديت عليك انا جيت ما انا كنت جنبك بس مستنيك تقول اول ما قلت يا رب يسوع خلاص ادعوه وهو قريب يبقى ربنا رايب او يخليه رايب في لسانك تعلمه صلاة يسوع ان الواحد ينادي يقول له يا رب يسوع اشكرك يا رب يسوع ارحمني فيبقى لسانك متعود تنادي على اسم ربنا كمان ثق في قوة الصلاة اي مشكلة تحصل لكم اقفل قطك واركع وصلي لازم هتتحال مهما كانت المشكلة معصلك صلاة تنقل جبال الصلاة تخلي ربنا كله معاك مش عليك لازم تصق في قوة الصلاة ولما الخوف يعلى جواك ما تقعدش تقلب المواضيع في دماغك ولا تكلم حد تحكيله خليك عائل لما الخوف يزيد حلها برضو ايه انك تصلي قديس بولس كان مسجون وكل الناس بتقوله هتموت المرة كان مسجون في روما وساعتها بيكرهوا المساحيين قوي وبولس ده ايه كبير المساحيين ففي مؤامر عليه عشان يخلصوا منه انبعت لنا من السجن رسالة جميلة يقول لنا ايه ما تهتموش بحاك لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلة والدعاء مع الشكر تب تشكر وانت جوه السجن بشكر ما تعالوش هم حاجة تفكروش وفعلا الغريب طلع من السجن ده بمعجزة وما حصلوش حاجة يبقى الواحد مهما كانت المشاكل كبيرة يحطها في الصلة تصغر خالص ويشوفها يعني مشانا اللي جارات ده هما اللي جارات انت كبير في عينين ربنا المشاكل تصغر لو شفت المشاكل كبيرة قوي انت هتصغر عاوز تشوف نفسك ازاي لأ انت كبير عند ربنا الدنيا دي اللي صغير والمشاكل صغير والناس الوحشة صغير واللي معاك دايما اقوى من اللي عليك عشان كده تقال كلمة لا تخافوا من شعب الارض لانهم خبزنا خبزنا يعني ده احنا ناكلهم ناكلهم طبعا مز بالمعنى الوحش يعني يعني احنا اللي نكسب مش هما اللي يكسبهم قديس يحنى يبعت للشباب في رسالته الاولى قال لهم كتبت اليكم ايها الشباب ايها الاحداث لانكم اقواء وقد غلبتم الشرير وكلمة الله اقوية طبعا هما شباب زيكم بيتحربوا بشهوات ويقعوا بسيبع لهم انا بكتب لكم انتوا اقوية وربنا معاكم فما تخافوش من الشيطان اللي معانا اقوى من العلم خلونا نتعود نقول الكلام اللي الكنيسة بتحفظه لنا كله للخير ربنا معانا ناكلهم مش هما اللي يكلونا يلا نكسبهم للمسيح بدل ما يكسبونا للشيطان يبقى دايما عندنا احنا فكرة ايجابة وشايفين ان احنا اقوى للانجيل اختار الشخصيتين دول يشوع من اسمه زي يسوع فيقوله يشوع هو كل واحد بيحاول يتشبه بيسوع فانت لما تحاول تبقى اخلاقك زي اخلاق ربنا يسوع طيب زي ووديع زي ويبقى لازم هتبقى قوش وكالب معناها قلب قلب فلما يكون قلبك نظيف بتحب الناس كلها تبقى قوش يبقى لما قلبك يحب الناس وتبقى بمركز انك تبقى شبه المسيح تأكد ان الدنيا كلها صغيرة وانت اللي اقوى كتير من الدنيا كلها انا هكتفي بالجزء ده عشان ما لاخبطكوش انا تاني بقول ايه بحفزكو فكرة الجراد دي المشاكل جراد انت كبير فما تخافش من المشاكل ولا تخافش من الناس اللي معانا دايما اقوى من العلين